الأهل ينتخب. أعتقد حضراتكم تابعتوا المسألة من أولها. لكن النهاردة تقريبا صافرت النهاية لاستضافة السادة المرشحين. كان وفقا للبروتوكول اللي تم توقيعه والاتفاق عليه من خلال شركة بريزنتينشن رايف اللي بتدير القناة. وإدارة النادي سواء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية على ضوابط معالجة قناة الأهل للعملية الانتخابية. وتم الاتفاق على تخصيص الأهل ينتخب كنفذة يوميا يطل منها السادة المرشحون على الجمعية العمومية وعلى أعضاء النادي. تباعا زي ما حضراتكم تابعتوا يمكن بداية ظهور السادة المرشحين كان الأستاذ أحمد نبيل غيط. ثم الأستاذ محمد سراك. ثم الدكتور مهند مجدي. ثم الدكتور محمد جمال أبو العزايم. ثم الدكتور محمد رقفة الهنداوي. والأستاذ طاري أنديل. والدكتور محمد شاوي. والمهندس عبدالله العياشي والأستاذ خالد سليمان والمهندسة مية عاطف. دول ظهروا تباعا خلال الحلقات اللي فاتت. قدم كل واحد منهم برنامجه وأفكاره وأراءه. على كل ما رغبه. أعتقد تابعته حضراتكم. قد إيه كانت قناة الأهل حريصة على إتاحة الفرصة لكل السادة المرشحين. كل واحد أبدأ وجهات نظره. وعرض أفكاره وبرنامجه على حضراتكم. طبعا في عدد من السادة المرشحين الإدارة التنفيذية للنادي. كانت خطبتهم بخطاب رسمي. لكل مرشح اديته الحق فيه أنه يرد بالمعاد المناسب ليه. علشان يظهر من خلال قناة الأهل والأهل ينتخب. في ناس رحبت بالمجي وحددت معاد وظهرت وتابعت حضراتكم. وفي ناس كانت لها وجهات نظر أخرى من المؤكد أننا بنحترمها. سواء هي بتكتفي بالاتصال المباشر مع أعضاء النادي في المقرات المختلفة. أو أن هي بتفضل الاتصال المباشر مع الجمعية دون الظهور الإعلامي. من المؤكد أن هي كانت نفذة مهمة جدا. أكدت من خلالها قناة الأهل على التزامها بالخط الحيادي. من منطلق أن كلهم أعضاء الجمعية العمومية في النادي. لا لكلهم عندهم الرغبة في أن يخطبوا الجمهير. يخطبوا أعضاء النادي. يعرضوا أراءهم وأفكارهم على أعضاء الجمعية العمومية. وصرت الاستضافات تباعا حتى وصلنا النهاردة إلى خط النهاية. هيكون الضيف الأخير من المرشحين. الوستاذ محمد الدماطي. عضو مجلس الإدارة الحالي. والمرشح لعضوية مجلس الإدارة فوق السن. لكن ابتداء من الغد ستبدأ مرحلة التأكيد على حق الجمعية العمومية. خلاص. حق السادة المرشحين أخذوه. الذي ظهر ظهر والذي عرض أفكاره عرض. والذي فضل أنه يكتفي بالاتصال المباشر مع الأعضاء. فليكن. لكن ابتداء من الغد سيتم التأكيد. ولحين انعقاد الجمعية العمومية. يعني ابتداء من الغد وحتى مساء الخميس الأيام الخمسة ستكون خاصة بالجمعية العمومية للنادي. بكرة سيكون ضيفنا المهندس عادل القيعي إن شاء الله واحد من الرصدين عن قربه وعن داخل الجمعية العمومية. التي تطورات العملية الانتخابية في النادي الأهلي بين الأمس واليوم لسنوات طويلة. بالإضافة إلى رصده لزواهر الجمعية العمومية للنادي ومدى وعيها التاريخي وذكرياته مع هذا الحدث الشعب المهم. زي ما قلت لحضراتكم. لأنه انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي ده انعقاد شعبي مهم. ده حدث جمهيري كبير. عضو النادي اللي بيصوت صوته مش لنفسه. ومش عشان الكرسي اللي بيقعد عليه هو واسرته في الجنينة. لا. هو تقريبا بيعبر عن آمال وأحلام وطموحات ورغبات ومشاعر الملايين من جمهير الآهلي في كل مكان. اللي احنا قلنا لكم من خلال الأهلي ينتخب من أول يوم. دول أعضاء الجمعية العامة للنادي الأهلي. جمهير الآهلي اللي موجودة في كل مكان بالملايين هم أعضاء الجمعية العامة للنادي الأهلي. فإذا انعقدت الجمعية العمومية ممثلة في أعضاء النادي كأصحاب الحق الأصيل في إدارة النادي وتسيير أموره. فالمؤكد أن هم بيعبروا عن أحلام ومشاعر الملايين من الجمعية العامة للنادي الأهلي. عشان كده هناخد الخمس أيام اللي جايين ابتداء من الغد. ولحين انعقاد الجمعية العمومية في قراءة لمشهد الجمعية العمومية للنادي الأهلي. مدى وعيها. اختلافها بين الأمس واليوم. تحدياتها. الظروف الصعبة اللي عاشت فيها. الظروف اللي اضطرت تتدخل بشكل استثنائي. ضوابط العملية الانتخابية. ايه المحاذير. ايه الظروف. ايه اللي تم الاتفاق عليه مع اللجنة القضائية في النادي. او هيئة قضايا الدولة. اللجنة القانونية المكلفة بالإشراف على الانتخابات. وكل التفاصيل القانونية والإجرائية والإدارية والاحترازية أيضا في هذا الظرف. هيكون يوميا عندنا ضيف مختص بالشأن الخاص بي. لحين انعقاد الجمعية العمومية. ان شاء الله. لكن زي ما قلت لحضراتكم النهاردة. خير الختاب هيكون مع الأستاذ محمد الضماطي. المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن.